نبارك اليوم لأهل ومحافظة الجهراء إن شاء الله بإن شاء الله بإفتتاح هذا المبنى وهو مشروع مبنى مجمع محاكم الجهراء ويتكون من مبنى رئيسي ومبنى مواقف للسيارات ومركز خدمات التقاضي والمبنى يتكون من 16 دور خلنا نتكلم عن المحكمة أو عن مجمع المحاكم بالإضافة إلى المواقف للسيارات أكثر وأكثر نحن نتكلم عن هذا الموضوع معنا المهندسة أبرار علي فهد القشعان مهندس مدني من إدارة المشاريع في وزارة العدل مهندسة نقول لكم مبروكين يعطيك العافية وأنت المهندسة من يوم ما كان هذا مخطط إلى الآن ما شاء الله مبنى جاهز للاستلام لهذا اليوم وننتكلم عن هذا المشروع ومكونات هذا المبنى في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وياها لوي مرحبا فيكم في مجمع محاكم الجهرة في منطقة الجهرة في البداية أحب أوجه رسالة وتحية وأهنئ فيها وزارة العدل على الجهود اللي يقومون فيها لأنهم يستغنون عن المباني المؤجرة المتناثرة بالكويت إلى مبنى رئيسي في كل محافظة مثل ما أنتم موجودين اليوم في مجمع محاكم الجهرة وحياكم الله نعم مهندسة لو نتكلم عن مكونات هذا المبنى يمكن المبنى ما شاء الله مكون من 16 دور بالإضافة إلى المواقف الذكية تصير في خلف هذا المبنى في البداية المشروع تكون من مبنيين مبنى رئيسي إداري ومبنى لمواقف السيارات المبنى الرئيسي المساحة 10 ألاف متر مربع لمبنى الرئيسي الإداري و5 ألاف متر مربع لمبنى مواقف السيارات المبنى الرئيسي عبارة عن 3 سراديب دور أرضي و16 دور في أكثر من 16 إدارة تقريبا في عندنا إدارة توثيقات شرعية تسجيل العقاري وغيرها من الإدارات في عندنا مركز لخدمات التقاضي في عندنا 80 قاعة محكمة أربعة قاعة منهم للنقل التلفزيوني نتحدث عن قاعة تقريبا فيها 80 قاعة موجودة لكل قاعة محكمة وكذلك بمحكمة التمييز والمحكمة الكليا صحيح في عندنا 80 قاعة محكمة منها قاعات لمحكمة الكليا وقاعات لمحكمة التمييز ومثل ما قلت الي أربعة قاعة القاعة فيها قفص اتهام فيها بدون قفص اتهام على حسب الجلسة الموجودة نتكلم عن الممرات في هذا المبنى المصاعد للقضاء فيه ممرات خاصة لسعادة القضاء وفيه ممرات خاصة للمراجعين والموظفين فيه عندنا طبعا مداخل مخارج خاصة للمراجعين والموظفين فيه عندنا مداخل خاصة للمتهمين ومداخل خاصة للقضاء نتكلم عن المبنى يمكن احنا كنا في الفروانية وجمع محاكم الفروانية كان من الدور الخامس الى الدور الاعلى اللي هو عن الموقف الذكي لكن في هذا المبنى تقير النظام صارت المواقف الذكية من الدور الأرضي إلى آخر دور الصحيح المبنى الرئيسي هو تبكى لنفس مجمع محاكم الفروانية بس المواقف في عندنا نوعين من مواقف مواقف ذكية ومواقف تقليدية المواقف التقليدية هنا في الجهرة عندنا تبدي من الدور الأرضي بينما في الفروانية تبدي عندنا من الدور الخامس في تقريبا ثلاثة آلاف سيارة يتحمل مواقف ذكية وهذه الأولى في العالم يمكن يعني هي الأولى أن في عدد من استثقال ثلاثة آلاف سيارة طبعاً تشيل ثلاثة آلاف سيارة يعني وجز رقم كبير بالإضافة للسراديب اللي موجودين فيه في عندنا ثلاث سراديب هي عبارة عن مواقف تقليدية مواقف سيارات ما شاء الله حتى نشوف المهندسة المبنى من بره ما شاء الله يعني هالنخل اللي موجود والأمور هذي كلها تخذتم مهندسة بخصوص اللي في عندكم مثل في معاقرح يكون موجود من ذوي الحجاجات الخاصة كبار السن موجودين تريحة كبيرة موجودة في المجتمع الكويتي عندنا مداخل خاصة للمعاقين مجرد ما هو يوصل عند المدخل الرئيسي يعني يستلمون من السيارة وهو راح الأسنصيرات موجودة تأخذهم للدور اللي أهم يبونه وعدد الأسنصيرات اللي موجودة حق المراجعين هنشوف فيه ثلاثة في ثلاثة في ستة في ستة أسنصيرات في كل جهة ولا في جهة واحدة 12 أسنصير تقريباً للمراجعين أنت موجودة في هذا المبنى من بدايته إلى نهاية هذا المبنى موجودة في هذا المكان شو كانت يعني أنت موجودة لابد ما شاء الله الآن شوفين المبنى هذا ما شاء الله الآن انتهى يعني وانت ما شاء الله مشرف عليه بالكامل صحيح أنا في بداية أول ما داومت استلمت المبنى من المخططات أو من تخصيص الأرض تقريباً من المجلس البلدي إلى الأشغال إلى الغاية ما سلمنا ديوان الأميري وبعد سبع سنين الآن نستلم المبنى جاهز يعني اليوم إن شاء الله راح يسلم تسليم رسمي إلى وزارة العدد أكيد اليوم في عندنا افتتاح من قبل وزير العدل لمبنى مجمع محاكم الجاهرة وهذه بشرة لأهالي منطقات الجاهرة أنه صار في عندهم مجمع محاكم خاص فيهم بدلاً أنه ما يراجع مثلاً الديرة أو أنه يراجع مثلاً محافظة العاصمة في العاصمة أو أنه يراجع مثلاً الفروانية أو الرقع يكون موجود هنا يقريب حق هالمناطق الموجودة حق محافظة الجاهرة أكيد بالعكس هذا راح يوفر عليهم الوقت والجهد أنه صار في شيء قريب يمهم مهندسة أبرار علي فهد القشعان مهندس مدني في إدارة المشاريع في وزارة العدل يعطيش العافية وعساش على القوة ونحن يعني ما شاء الله هاللقاءات الجميلة ونشكر المسؤولين من معالي وزير العدل ووكيل الوزارة وكل من يساهم مع أسرة برنامج صباح الخير بتوصيل المعلومة والمشاريع الموجودة والشيء الحلو أنه كويتية مشير في هذا المشروع يعطيش ألف ألف عافية الله يسلمك وحياكم الله مشاهدي الكراب كنا معكم في هذا النغل الحقيق المباشر من مبنى مجمع المحاكم في محافظة الجهراء